بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم على تواجد ذلك التناغم وذلك التنصيق بين العناوين ثم كذلك كيف يتعامل مع هذه المراجع من حيث التوتيق من حيث وضع الهوامش من حيث الكتابة بطريقة سالسة كيف يتعامل الباحث كذلك مع تقنية حسن التخلص من فقرة إلى أخرى كيف يحق لهذا الباحث أن يضع منهجا يصلح للموضوع سواء كان هذا الموضوع نظريا أو ميدانيا وكيف يمكن لهذا الباحث أن يضع إشكالية جوهرية لأن أغلب طلب الباحثين ربما يغفلون على أن الإشكالية تعتبر هي الجوهر والأساس وبالتالي فإن الإشكالية يجب وضعها بشكل مضبوط وعلى الطالب الباحث أن يجعل من الإشكالية نصب أعينه منذ بداية البحث إلى نهايته ثم كذلك ضرورة احترام المعايير التي يجب توفرها في العرض والمضمون ثم كذلك الخلاصة وما يمكن أن تتضمنه من استنتاجات ومن خلاصات أو طرح تساؤل دون الإجابة عليه إذن فالهدف من هذه الدورة التكوينية هو كيف يمكن لهذا الطالب الباحث بعد حصوله على كم من هائل من المراجع والكتوب والنصص دستورية والقانونية والتشريعية والحصول كذلك على مؤلفات وعلى مراجع كيف لهذا الباحث أن يتعامل مع هذه المراجع حتى يتمكن في نهاية المطاف من إنجاز بحث مراعي لجميع الدوابط المتعارف عليها سواء من حيث الدوابط النظرية أو الدوابط الميدانية وشكرا وشكرا ترجمة نانسي قنقر